نجيب بقى الماكارونا دي بصوا الصوس بتاعي اهو البينك صوس بصوا بقى عامل ازاي ممكن نجيب الكاميرا على الصوس بتاعي اهي وملح وفلفل اسود ونصف لتر كريمة معلقة دي كبيرة مضابف نصف كوب من الماء معلقة مسترداء معلقة سويت شالي ونصف كوب باية لبن يلا بيه الطاصة بتاعتنا على النار بتسخن الزيت الزيتون اهو كده مع الزبدة دي اسرع وصفة بقى يا جماعة كده هضيفها على طول التوم سمك اي حاجة سمك يعني توم كتير اهو قبل الجنباري هحط الكرافز ميوة التوم والكمون ما احنا قلنا كده في حالة الجنباري الكرافز اهو الكمون اهو عشان نكتر احمد حطين وايز بعد اهو شفت الكمون طب شفت بوهرات السمك دي فيها كمون برضو تلاقش كزبارة النشفة صباح الفل يا طارق صباح الهنا عملي ايه تمام هم بتحب الماكارونا طبعا كل رجالة بتحب الماكارونا جدا طب بتعمل اكل ولا لا الحاجة اللي بعملها ماكارونا بس بجد؟ طب جرب الماكارونات بتاعتي بقى وقال لي اي رأيك اه والله يا اكيد انا بصورك فيديو ثمان عشان لما بجي اعملها بألف هانا يا رب بس انت هتلاقي وصفاتنا كلها على الصفحة بتاعتنا اكيد يا صار لي وكيدا واعتليها اليوتيوب كمان ان شاء الله ان شاء الله باذن الله صباح الهنا وانت طايق يا صباح انا بس كنت عايز اتقالك بس فؤال لو عايز اكل اكل هالسي اه كده تقولي لي سطار هذا عشان طب اقولك على حاجة انا اصلا كنت عاملة ان شاء الله باذن الله الحلقة بتاع البكرة كلها اكلات تنفع للضايط فانت بوصلني المفاجه يالا ان شاء الله شكرا شكرا كريمة حطيت انا الكرافس مع التوم مع الجنباري مع البهارات خديجة صباح الفل اهو صباح الفل يا خديجة اديه مدوابينه في مياه يا خديجة خديجة روحت حطينا كده ايه هنسيب بقى الصوس بتاعنا ده كده فاضله معي السويت شيلي هاديف نكهة حلوة جدا للباستا وكمان المستار ده هتديني مزازة حلوة اهي تاست جديد كده حلوة وطبعا هما مستغنجة انا جبنا التشيدر اللي تقريبا كتير عندنا فبيحطها لي في كل وصف